موسيقى 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 أكثر من هذا الشركات اللي عندنا اليوم في المغرب كانت شركة في المغرب على الأقل داخل اللابورس والأرباح ديالة كتبان هذه الشركة حققت ثلاثة المراس ثلاثة الأضعاف الأرباح ديالة اللي حققت فرنسا وبالتالي أصبح أنه الجيوب ديال المواطنين هي اليوم الدولة على حسب تصريحات ديال الحزب اللي كان في الحكومة سابقا من 2013 إلى 2021 ربحات كتار من 180 مليار ديال الدرهم كذلك الفاعلين ديال المحروقات في سنة واحدة ربحو 17 مليار ديال الدرهم واللي خسر في هذا الشي كله والمواطن معنى الدولة كتربح الشركات المحروقات كتربح وكل شيء على حسب المواطن تالي شيء غير مرتبط أكيد بأنه كان السياق الدولي كان الأسواق الدولية عنده تأثير ولكن ما شيء بشكل اللي كان عيشه داخل المغرب اللي كان عيشه داخل المغرب هو جاشع هو تحالف ديال المال والسلطة وأنه ناس واللي كانت برش العام عندها مصالح اقتصادية عندها امتيازات من خلال القرارات تحافظ على هذه المتيازات اللاسامير نحن المطلب هو تأميم اللاسامير لأن اللاسامير هي الممكن تضمن أولا احتياطي مهم لأنه اليوم القانون يتكلم عن 60 يوم ديال الاحتياط لأسف حنا وصلنا وهذا بتصريح ديال الوزيرة ديال ديال الطاقة تتكلم عن 26 يوم وهذا رأخال الكبير معنى نغدم كل مواطن يمشي البومبة باش يدير المازوت أو يدير الليسانس ما غير القاش ما غير القاش ما غير القاش لقاو المازوت في البومبة وهذا اللاسامير كانت تضمن لنا واحد الاحتياط كبير ثانيا اللاسامير كانت تضمن هادي واحد المؤسسة وطنية اللي كانت تلعب دور كبير اولا في الضبط والتنظيم ديال السوق ثانيا في توفير واحد المخزون كافي ولكن للأسف مجموعة ديال اللوبيات اللي ماشي مصلحتهم أن اللاسامير تبقى تشتغل لأنها خصوم يعني ينهبوا المواطنين ينهبوا الجيوب ديال المواطنين فمصلحتهم أن اللاسامير تبقى في هاتشكل احنا طرحنا هذا المسال على رئيس الحكومة في الجلسات ديال الحوار وقلنا بأنه ضروري لإعادة تأميم نصامير وكي تكلم على أنه ما زال المسألة في تسوية القضائية وغيره ولكن احنا عنا معطيات بأنه جوالناس بغين يشيره وكيالناس بغين يستمره ولكن استعطي مؤشرات إيجابية تعطي بأنه بالنسبة لهذا القيطاع الدولة ما زال عندها رغبة أنه يستمر هات القيطاع تكرير وأنه تستمر فيه وأنه تشجعه أما بشكل لكي الآن ديال كيف ما يقول التحالف ديال المال والسلطة وما واضحاش الرؤية فصعيب أنه أي مستمر أنه يجي وبتالي خاص إعادة تأميم ديال لسامير وحتى لك أنت غد تباع خاصة تعطي إشارات قوية لأي مستمر أنه يبغي يبغي يعود يشري لسامير من أجل إعادة تشغيل دياله أول الجبهة الجماعية المغربية والتراكم ديال نضالات للأسف المغربة جواوا مزاف ديال الإحباطات يعني عاشوا الإحباط وفي نفس الوقت كانت عندهم انتظارات كبيرة في الانتخابات أخنوش والأحزاب كلها لمشكلة للحكومة جابت بعود انتخابية كبيرة اللي على الأقل كتجوب على انتظارات ديال المغربة واللي بان من بعد بأنها كلها فقط وعود وبأنه لا علاقة لها بالسياسة اللي كتنزل الحكومة ولكن راه المغربة راه كعبروا الآن كعبروا بأي شكل من الأشكل كعبروا من خلال وصائل التواصل الاجتماعي كعبروا من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية المتفرقة في الزمن وفي المكان ولكن واحد النهر المغربة راه يساعدوا في هذه الأشكال التعبير وبالتالي يجب أن نلتقطوا الإشارة يجب أن نلتقطوا بعض الإشارات كذلك اللي في الملاعب ديال الكورة اللي في هاتك السوق ديال القناطرة اللي للناس بشكل غير منظم غير مؤطر ساذع ما عادة غابة والنينف واحدة معنى هذه الأحداث المنعزلة خصتها تكون يعني إشارات اللي تلتقطها الدولة تلتقطها الحكومة وبأنه خصتها تقدم أجوبة اجتماعية مشي أجوبة بمقاربة أمنية موسيقى نحن بالنسبة لنا اليوم نضمنا الوقافات وكننا نشتغلوا على ما تكون مسيرة وطنية اللي تكون لها التعبئة بشكل كبير ويحضرون الناس من المستوى الوطني غادي نختاروا الزمان وغادي نختاروا المكان مسيرة وطنية اللي تعبر على الغضب الشعبي اللي يمكن غضب شعبي لأسف حتى نقاش في الإعلام العمومي ماكينش نقاش في الإعلام العمومي ماكينش فضاءات ديال تعبير ديال الناس أنها تعبار وأن الأفكار المعارضة لها التوجه الحكومي الناتبان كين اليوم الإعلام بحل أنفاس بحل مجموعة من الجرائد اللي فيها إمكانية ديال النقاش وديال الأفكار وديال الاختلاف ولكن من غيره الناس كتعبار في وسائل ديال التواصل أنا كنقول بأنه هاد المتنفس اللي اعطى المقاطعة واحد الوقت واللي كانت شركة من الشركات ديالرئيس الحكومة يعني هدفة ولا مستهدفة فيه هاد شي خصو يكون انسينيال دالغم للدولة تلتاقته حنا قلت بأنه كين المسيرة وكين برنامج النضالي اللي غادي السمر الأساسي اليوم هو أنه أنا كنوجه نيدا أنه كل انظيمات كل القوى اللي كتعتبر بأنه منحاز المطالب ديال الجماعير الشعبية ديال الفئات المسحوقة أنه تنضم الجبهات الاجتماعية من أجل أنه إنوحدون نضالات من أجل أنه يكون عندها وقع ويكون عندها تأثير في ميزان القوى وأكيد بأنه غنص سمره في النضال بكل وسائل المشروعة طبعا السلمية المسؤولة والواعية سواء بالوقفات سواء بالندوات اللي كنوعيه من خلال مواطنة المواطنين أو المسيرة كذلك اللي ستجي في المستقبل وكل أشكال نضالية المشروعة منذ لا دعا العالمين обрائها dej das موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة